كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وأكد وزير الداخلية أن هذه الذكرى الخالدة تحي دائما في وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضال والعمل الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة للبد والعطاء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة جاء فيها أنه يطيب لي وهيئة الشرطة بهذه المناسبة أن نعبر لسيادتكم والمجلس الأعلى لقوات المسلحة والقادة والضباط والضباط الصف والصناع العسكريين وجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد مشيدا ببطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة في ساحات الشرف والكرامة والعطاء